عمركم شفتوا لابتوب بمجرد انك تسوي بجوالك نقرأ على الشاشة ينقلك ملفات وصور لا تستغربون فهذه المراجعة في مفاجآت كثيرة قدمتها لنا لينوفو اتكلم عن لينوفو يوغا اورا ايديشن تعالوا نشوفها مع بعض حياكم انا طارق وبتكلم عن اورا ايديشن من لينوفو وهذه اللي تابعة لنسخة اليوغا نعرف انه نسخة اليوغا اصبحت متطورة وتستهدف عدة شرائح سواء رواد الاعمال في عملهم او للترفيه او للاستخدام الشخصي اطلقوا ايضا اصدار خاص باسم اورا اورا يعني هالة شفتوا لما يجيك واحد كده تقول طلتك بهية فالطلة حقتها انت تشعر فيها من الهالة اللي تحيط فيه ونفس الكلام ينطبق عن هذا اللابتوب اول ما تشوفه كده طلته جميلة وزي ما تلاحظون الحين شكله الخارجي مع هيكل المعدني والتصميم الانيق واللي محفور عليه يوغا من الزوايا يعني وش نتكلم وش نخلي شوفوا شكل اللابتوب كيف شكل الشاشة الابعاد لنفس الشاشة عندنا كيبورد جميلة الضغط فيها مريح جدا مع كل زر بالاضافة انه يعطيك شعور رائع بالصوتيات لانه موجودة سبيكرات على جوانب الكيبورد ومو بس كده احنا الحين بندخل ونغوص مع بعض وبنشوف مواصفات اول مرة نشوفها في لابتوب عندنا اول شغلة بنتكلم عليها وهي ميزة الشير او سمارت شير في البداية لازم يكون عندك في جوالك تطبيق اسمه يونيسون وهذا التطبيق مصمم خصيصا للتعامل مع الاجهزة اللي فيها معالجات انتل وبنجي الموضوع المعالج وانتل ما يحتاج نتكلم فيه كثير لانها شركة عريقة ومنتجاتها جدا رائعة خصوصا في المعالجات بعد ما تحمل التطبيق تفتح اللابتوب وتتصل او تربط جهازك لأول مرة مع جوالك وخلاص الحين لما تبي تصور صورة او جيت من الخارج وتبغى تنقل ملفات تبغى تنقل صور بس تجي جنب الشاشة وتعطيها النقرة كده وبيبدأ ينقل في ثواني سريعة جدا كل الملفات الجديدة طيب هذي وش بتفيد فيه بتفيد بالنقل السريع للملفات بتفيد في نقل الصور بتفيد انه تخلي كلابوريشن كامل او تواصل او تخلي لابتوب وجوال كأنهم جهاز واحد اما الميزة الثانية وهي سمارت مود او النمط او السيناريو او حسب وضعك فانت جالس في البيت تبي تتفرج على فيلم تختار الوضع العادي انت جالس في مكتبك ومكتبك مفتوح مثلا او مشترك ومعاك موظفين اخرين وما تبي احد يطل في شاشتك تحط وضع الخصوصية نفس الشي لما تكون رايح مثلا لكافي السمارت مود هذه فيها ذكاء اصطناعي يعني لما تحط الخصوصية بيوقف لك الاصوات يأزل صوتك يأزل الضجيج اللي حولك يعني يحافظ على خصوصيتك سواء فتحت ملفات فتحت مقاطع صور تبغى تشارك او تكتب ايميل يحافظ على خصوصيتك بشكل كامل يغبش الشاشة ينبهك لو شخص جالس يسترق النظر على شاشتك فانت بنفسك تختار تبغى نمط العادي مثلا والمفتوح او تبغى نمط الخصوصية نمط التصميم نمط التركيز اي تنبيهات تبغى نمط الالعاب وغيرها نجي للميزة الثالثة وهي سمارت كير او ترجمتها المساعدة الذكية تقدر تتواصل مباشرة مع فريق مخصص من لينوفو عن طريق اللابتوب بشكل مباشر باتصال ويتحكم بلابتوبك وتعطيه اكسس فيصلح لك اي مشاكل انت تواجهها في النظام وطبعا الجهاز في الكيبورد اضافه زر الكوبايلوت هذا المساعد الذكي الشخصي واللي انا بالنسبة لي صرت اعتبره مثل السكرتير الذكاء الاصطناعي تبغى تكتب ايميل يعيد لك صياغته ويحسنه تبغى مثلا تبحث عن معلومة يجيب لك معلومة تبغى تنشئ صورة بدل ما تروح تاخذ من النت وشي في حقوق ونشر ومدري ايش يصنع لك صورة جديدة حقوقها لك انت تبغى يسوي لك بريزنتيشن كامل وانت بس تضيف لمساتك عليه ممكن يسوي لك تبغى يسوي لك ملف اكسل تبغى ملف اكسس وملف وورد يكتب لك مقالة يكتب لك اللي تبغى يعطيك مقترحات تبغى ينبهك بامور يعطيك الاخبار والاحداث اللي حصلت في العالم الكوبايلت ذكي فعلا بس كل اللي عليك تضغط زر كوبايلت وبيطلع لك وابدأ اطلب اللي تبغى اللابتوب مزود باحدث معالجات من انتل اللي هي انتل كور ألترا وسلسلة المعالجات هذه مضاف لها الذكاء الاصطناعي مضاف عليها تقنيات ومتطورة جدا بصراحة متطورة بشكل كبير فعلا مقارنة مع الاجيال السابقة يعني جربت حتى اعمل منتاج لأحد مقاطع الفيديو الجهاز كان سلس في حل البيانات وسرعة الاستجابة ما كان فيه حرارة وتشغيل مراوح هذا يوحي ان الجهاز جالس يشتغل على راحته بفضل معالجات انتل والسر في انتل انهم تعاونوا مع لينوفو بهذا الاصدار واللي أعطى الجهاز خاصية الشير والسمارت مود وغيرها فأضافوا الذكاء الاصطناعي عن طريق هذا المعالج ومع التقنيات ومع التعاون مع شركة لينوفو واطلعونا بهذا الجهاز لينوفو يوغا اورا ادشن جهاز رائع جدا تتوقعونا الحين اللي شرحت لكم يعتبر حدود امكانيات الذكاء الاصطناعي واللي فيه تعاون ما بين انتل و لينوفو لا طبعا الجهاز يحاول يستكشف نمط طريقتك في التشغيل وتجربة المستخدم حتى يعطيك اداء عالي واستهلاك للطاقة متوازن جدا ولا تستغرب لو الجهاز طلع لك تنبيه وقال لك انت استغرقت وقت طويل خذ نفس استرخي ورجع كمل اعمالك والحين بتكلم عن المواصفات التقنية والعتاد اللي بداخل هذا اللابتوب الجميل طبعا اللابتوب هذا تقدر تطلق عليه لابتوب مدعوم بذكاء اصطناعي من مميزاته ايضا اللي هي قلة استهلاك الطاقة فوحدة من مميزاته ايضا اللي باتري لايف يعني ممكن تستمر معاك البطارية ليوم كامل لينوفو قالوا عن اللابتوب سوبر ثين ان لايت يعني نحيل جدا او نحيف وخفيف بالوزن شاشته زي ما تشوفون جدا رائعة هذه PureSight Pro Display والشاشة تعطي معدل تحديث بيانات الى 120 هرتز يعني جودة سرعة نقاوة ممكن تشغل عليها افلام تمنتج عليها او تستخدم صناعة المحتوى سواء صور او فيديو وغيره تدعم 100% sRGB و100% P3 واي مشهد بتشوفه بالشاشة فهو اقرب للواقع او كما تم تصويره ومن اهم المميزات في هذه الشاشة انها تدعم اللمس الى عشرة اصابع الجهاز يدعم الشحن السريع من ناحية السماعات ففيه اربع سبيكرات وتدعم تقنيات Dolby Atmos ايضا موجود فيه اربع مايكروفونات حتى يلتقط الاصوات بوضوح وحتى يأزل الضجيج من حولك من ناحية الكاميرا فهي FHD Webcam وموجود فيها ايضا تقنيات IR Camera وموجود ايضا شتر صغير موجود على الطرف كده اسمه Electronic Camera Shutter واللي يغلق لك الكاميرا نهائيا على جوانب الجهاز موجود عندنا منفذين USB Type-C عندنا منفذ USB-A وعندنا HDMI 2.1 بالاضافة الى Audio Combo Jack الجهاز يدعم احدث تقنيات الوايرلس اللي هي Wifi 7 واحدث تقنيات البلوتوث اللي هي Bluetooth 5.4 وايضا حاصل على خمس شهادات واخيرا الاختبارات العسكرية M.I.L. وهذه الشهادة ايضا حاصل عليها الجهاز موجود فيه نظام التشغيل ويندوز 11 نظام رائع جدا خفيف وسلس وخياراته كبيرة جدا وبرامجه كثيرة وممكن ما نقدر نعدها بكذا اقدر اقول ننهي سنة سنة على خير مع اجمل لابتوب من لينوفو لينوفو يوغا اورا اديشن في ختم هذا الفيديو اذا اعجبكم اضغطوني على زر الاعجاب وشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم وشرفوني بمتابعة حساباتي او الاشتراك بقناتي على اليوتيوب التقيكم ان شاء الله في مراجعات اخرى في امان الله